اشتركوا في القناة افترض هذا الرجل ما يجدد له طالما فيه شكاوي كثيرة انا تعرضت حق اعتداء بالضرب تعرض مدرسة بمعهد الفنون المسرحية للضرب والحادثة تدق ابواب البرلمان وتنشد التصدي للتجاوزات اليوم بفضل عز وجل تم افتتاح فدمة عملاء مخسم التحيل باكورة سياسة خدمات الموظف الشامل تتجسد في مقسم الفعحيل وتعميم التجربة قريبا في باقي المقاسم نبارك للأي بي اس سكولو للطلبة اللي انتقلوا من المرحلة المتوسطة الى المرحلة الثانوية نسولهم نوع من التهيئة بحيث ان نحفزهم ونشجعهم لهذه المرحلة دفعة جديدة من طلبة مدرسة الباكالوريا الامريكية تلتحق بركب المرحلة الثانوية وسط حفل تخريج لافت استغلال حاليا الساحات الموجودة يعني الرقابة كاملة على الجهاز التنفيذي يتم استغلالها استغلال سيء يعني لدرجة ان عندنا منطقة يأجر هذه الساحات الترابية العامة بين محاولات الاستغلال الجائر ودوافع مواجهة التجاوز والتعدي بشكل عاجل نشرة الاخبار من تلفزيون الرأي اهلا بكم عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية غدير السبتي تعرضت للضرب امام تلاميذها في معهد الفنون المسرحية على ان التجاوز من قبل عمادة المعهد لم يكن الاول على حد قول بعض الموظفين الذين حضروا الى مجلس الامة لعرض شكواهم وملاحظاتهم ازاء العديد من التجاوزات في المعهد يفترض هذا الرجل ما يجدد له طالما فيه شكاوي كثيرة من الاخوان في المعهد العالي للفنون المسرحية وحنا نقول وزير التربية ما يجوز هذا الكلام اللجنة التعليمية كلها مضايقة من هذه التصرفات من تصرفات عميد المعهد العالي للفنون المسرحية للأسف وجدنا بعض حتى التغريدات تسيء تسيء للمعهد العالي للفنون المسرحية كيف يصر رجل يفترض يكون فيه النزاهة والامانة والخلق ويصف بنات في المعهد العالي للفنون المسرحية بصفات سيئة يتهمهم بعرضهم تقبل يا وزير التربية هذا الكلام تقبل يتهم واحد خواتك والعياذ بالله او اهلك في اعراضهم بالتويتر من شهور انا تعرضت حق اعتداء بالضرب من قبل استاذ وزميل معي بالمعهد معهد العالي للفنون المسرحية انا ما بي شيء انا من هني من هالمكان انا شد صاحب سمو امير البلاد اوهو ياخذ حقي ما بي احد ياخذ حقي ابي صاحب سمو امير البلاد انا بنتك تعرضت للطق واهنت جدام طلبتي وفوق كل هذا تشويه سمعتي بالتويتر انا اناشدكم اناشد اهل الكويت اناشد اعضاء مجلس الامة اذا انا بهالوقت الحين ما احد رح يوقف معاي ما رح يعني ما ادري شنو اقول اتينا اليوم الى مجلس الامة بعد ان تعرضت الاخت الزميلة الاستاذة غدير السبتي للتطاول وامد اليد بالضرب عليها بضربها في قاعة الدرس امام طلبتها استاذة محترمة اكاديمية امرأة مسؤولة عن اولاد تضرب في قاعة الدرس داخل المعهد احنا اليوم نستنكر ونستصرخ الضمير الكويتي كله والوجدان الانساني في الكويت والناشد سمو رئيس الوزراء الممارسات هذه عبارة عن تراكم لتاريخ يعرف عنه الدكتور نايف الحجرف انا شخصيا رئيس قسم في الاسبوعين اللي طافوا كسروا احد ابواب الاقسام العلمية عنوة واستولوا على ممتلكات الخاصة وممتلكات القسم لانه هناك في اوراق ومستندات تدين هذه الادارة وكانت هذه القضية قضية متعمدة وزير المواصلات سالم لئذين افتتح صالة خدمة العملاء في مقسم لفعحيل والتي تأتي ضمن سياسة خدمات الموظف الشامل التي بدأت وزارة المواصلات بتطبيقها مؤخرا وتستهدف الخطوة انهاء جميع خدمات العملاء في اسرع وقت ممكن دون الحاجة إلى مراجعة مجموعة الأقسام المعنية بالخدمات الهاتفية ومن المقرر أن تعمم هذه التجربة على مجموعة من المقاسم في الأيام القليلة المقبلة اليوم بفضل العز وجل تم افتتاح خدمة عملاء مقسم الفعحيل وهي من الخدمات التي تم تطبيقها مؤخرا في وزارة المواصلات من خلال الموظف الشامل هذا يعني ثاني مقسم تم افتتاحها خلال فترة اللي طافت الأول كان في راس سالمية واليوم الحيحيل وهناك ثلاث مراكز كذلك جاهزة للافتتاح وهي الفنطاس والأحمدي وجنوب الصباحية بإذن الله تعالى سابقا كان المشترك إذا دخل المقسم يفتر على أربع أجزاء اللي هو يقدم الخدمة والكيبل والتركيبات وبراءة الذمة الآن وكلها كانت أجزاء متفرقة داخل المبنى الآن أمام موظف واحد يخرج جميع هذه الطلبات ويقدم فقط أوراقها الثبوتية والرسمية ويأخذ معاملته المراجعة لما يجي يطلب الخدمة في المقسم عندنا مو مثل أول كانت المعاملة أنك ترح تراجع فوقه تطلع للأقسام الثاني الآن فيه موظف يعمل هو يسوي طلب الخدمة وهو يحجز لك الكيبل وتدفع عنده نفس الوضع للفلوس وتطلع من الباب ما تفتر بين الأقسام خلال يعني نص ساعة أو ساعة يكون هاتفك شغال بإذن الله عندنا موظف واحد اللي هو الموظف الشام اللي تم تطبيقه في أغلب بغاسمنا في الكويت عندنا الآن بإذن الله السبوع الجاي إذا الله سهل افتتاح مقسم تحت رعاية معالي وزير المواصرات افتتاح مقسم الفنطاس والسبوع اللي بعدها بإذن الله إذا الله سهل المرح يكون مقسم الأحمدي وبعدها رح يكون مقسم جنوب الصباحية وبعدها مقسم الفروانية حماية الدستور مسؤولية الجميع عنوان ندوة المنبر الديمقراطي التي طالب خلالها المشاركون بالتمسك بمواد الدستور وتفعيلها وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف السياسية وخلال الندوة جدد النائب السابق على الدقباس موقف كتلة العمل الشعبي إزاء مقاطعة أي عملية انتخابية مقبلة ما لم تجرى وفق قانون الانتخابات المقر في مجلس مرحلة مقبلة مرحلة مهمة وأعتقد نشاء الكويتي ما قصر في مقاطعة وأنا أعلم من هنا على الأقل بإسمي الشخصي والكتلة التي أنتمي لها كتلة عمل الشعبي بأن لن نخوض الانتخابات في حال لم يعود نظام قانون 42 على 2006 الذي يمثل إرادة الأمة علما بأنني كنت النائب الوحيد الذي وقف وتحدث واعترض على هذا القانون لكنه قر في مجلس بعد حراك شعبي كبير كلكم تعرفون نبيها خمسة وإحنا نبيها خمسة ونبيها تطور ونبيها حريات ونبيها تعزيز الحريات هذا كلها ما رح يصير يا أخوان طالما حنا قاعدين نطالع بعض وهناك تشكيك في بعض وطالما أن هناك القاء للآخر وطالما أن هناك أجندات مختلفة أجندات تبسيطة بلدنا صغير نريد تفعيل نريد فعلا حريات نريد فعلا حكومة برلمانية تستطيع أن تدفع في البلد إلى الأمام نعاني الحقيقة من حالة يعني من تشارهم ما تفضل فيه وسائل موضوع دحوة القوى السياسية صحيح لكن بوصلتنا مختلفة الأولويات عندنا متباينة ما حنا من التزمين حوال قضية واحدة لذلك حرصنا في المنبر الديبراطي في أول فعالية حضرناها ودعينا لها أن نأكد على ما سعله بهم جدا أي تضافر جهود لازم يجب أن يكون مبني على عدم أقصاء الطرف الآخر الثاني لازم يكون منطلق من قاعدة ثابتة وصلبة في قاعدة الدستور هذا القاعدة اللي ممكن نلتقي عليها ونجتمع ونختلف عليها برعاية وحضور النائب السابق مرزوق الغانم نظمت مدرسة البكالوريا الأمريكية حفل تخريج دفعة جديدة من المرحلة المتوسطة للالتحاق بالمرحلة الثانوية وقد هنى الغانم الطلبة بالنجاحات المحققة فيما أشارت مدير عام المدرسة أريج الغانم إلى أهمية مشاركة أولياء الأمور في المناسبات التي تقيمها المدرسة مؤكدة أهمية الدعم والتحفيز الذي تقدمه إدارة المدرسة لطلبتها عبر هذه الفعاليات المختلفة خالد أساس خالد حمار نبارك للأي بي أس سكول للطلبة التي انتقلوا من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية في هذا الجو الاحتفالي نبارك لأبناءنا الطلبة والطالبات نبارك لأولياء أمورهم ونتمنى لهم إن شاء الله مستقبل باهر في المرحلة التعليمية القادمة اليوم نخرج دفعة من المرحلة المتوسطة حتى التحاقب من المرحلة الثانوية طبعا جدا سعيدين لأنهم ينتقلون من مرحلة كانت حافلة بإنجازات وإلى يعني مرحلة مختلفة تماما بمتطلبات لازم نحقق متطلبات للتخرج نمط الدراسة يكون مختلف أيضا مسؤولية تقاعة تكون كبيرة على الطالب فهذه نسوي لهم نوع من التهيئة بحيث أن نحفزهم ونشجعهم لهذه المرحلة طبعا نحن سعيدين أننا دائما نحاول أي مناسبة نحييها في المدرسة ونشارك أولياء الأمور معنا وهذا شيء يثلج الصدر لأن وجودهم معنا نوع من الدعم ودائما الحمد لله والشكر تتكلل كل مناسباتنا بالنجاح ونتمنى لطلابنا التوفيق إن شاء الله شركة المشروعات السياحية عقدت جمعيتها العمومية العادية وغير العادية وأكد رئيس المكتب التنفيذي لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم أن قانون الشركات التجارية إنعكس إيجابا على تحرر الإدارة التنفيذية للشركة وأعطى دفعة نحو الحوكمة نافيا أن يؤثر القانون على سير العمل في الشركة نحن من أول الشركات التي طبقت هذا القانون واليوم نسعى دائما إلى التمسك وتطبيق القوانين التي تصدر عن طريق الدولة بحذافيرها بأننا شركة حكومية الأولى والأجدر بنا أن نكون قدوة للآخرين في تنفيذ هذه القوانين اليوم المانعكست بالعكس أعطت يمكن نوع من عملية الحوكمة والتحرر لإدارة التنفيذية وذلك منفصالها عن مجلس الإدارة اليوم صار مجلس الإدارة لا يحوي أي عنصر من عناصر لإدارة تنفيذية صارت الإدارة تنفيذية مستقلة بذاتها ومجلس الإدارة مستقل حتى يتم تطبيق عملية الرقابة بالشكل الذي أنشئ من أجل القانون فالحمد الله ما أعتقد أنه ستأثر على سير العمل بالعكس ستعطي نوع من الدفعة والتحميل المسؤولية الساحات الترابية التي تعود لأملاك الدولة باتت مرتعا للكثير من الذين يستغلون أملاك الدولة لأغراض مالية على الرغم من محاولات البلدية والمجلس البلدي لإيجاد حلول لتلك التعديات المزيد من التفاصيل في تقرير لابتسام رمال الساحات الترابية المملوكة للدولة تستغل من قبل البعض على مسمع ومرأة العاملين في القطاع البلدية الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الدور الرقابي لجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي في الوقت نفسه قضية أثارها الرأي مع أعضاء المجلس البلدي الذين رموا كرة ضعف الرقابة في ملعب البلدية مؤكدين قيامهم بدورهم في هذا الخصوص بالنسبة لموضوع رمي الاتهامات أو رمي ما يتعلق في جهاز تنفيذي يجب عليه يعني مراقبة أداء عمل بالنسبة لموضوع الساحات وغيرها يعني لكن المجلس البلدي يعني عشان نكون بالصورة احنا الآن وافغنا على تخصيص 18 موقع لوزارة الأشغال هي اللي راح تدير هذه الساحات راح تكون ساحات عبارة عن ملاعب كرة غدم وملاعب كرة سلة وملاعب كرة يد وكذلك موقع يعني متنفس حق الأطفال يعني العاب أطفال هذا الأمر يعني بالنسبة لنا الآن حولنا الكرة إلى ملعب الحكومة كمتمثلة برئيس مجلس الوزر إن شاء الله يعطي أوامر إلى وزير الأشغال بتنفيذ هذه الساحات اللي خصصناها يعني مواكبة على كل محافظة ثلاث مواقع بالنسبة لموضوع استغلال حاليا الساحات الموجودة يعني الرقابة كاملة على الجهاز التنفيذي المتمثل بلدية الكويت وإحنا بالعكس قدمنا أسئلة على هذا الشأن الإجابات تكون إن هذه يعني ساحات مملوكة لأصحابها مدام مملوكة البلدية ما لحق المخالفة ولا حتى المجلس البلدي بيعني إعطاء أوامر حق صاحب الملك بتغيير هذا الأمر ولكن أنا أتكلمش على مواقع مملوكة للدولة يجب على البلدية مخالفة الأمر هذا أو تسكير هذه الساحات كانت موجودة نعم زيادة الرقابة أما موظفو البلدية الميدانيين فأكدوا قيامهم بدورهم على الأرض ولكنهم وجدوا الحل في جدية طعات المجلس البلدي حيال إيجاد حلول سريعة لأملاك الدولة مستغلة من البعض نقول استغلال سيء أما الغالبية في المناطق السكنية كان استغلالهم جدا لطيف ما فيه إشكالية الحل الأفضل الحل الأفضل أن تزفلت وتعمل مواقف عاملة هي متنفسة بالبداية لكل الأماكن التي فيها ساحات تركوها لكم للضيافة و إيقاف سيارات عندكم ولكن يتم استغلالها يتم استغلالها استغلال سيء لدرجة أنه عندنا منطقة يأجر هذه حسب معلماتنا من يوم أمس أنه فيه ساحات تأجر الموقف دينار الشهر وصلت لهذه الدرجة أملاك الدولة يأجرها وحتى هذا الحين وعلى الرغم من محاولة البلدية مخالفة المتجاوزين يبقى لمترصدي أملاك الدولة طرقهم في الاستفادة منها لمصلحة جيوبهم ابتسام رمال الراي نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل سوق المال الكويتية تنهي أسبوعها على خسائر متفاوتة أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أنهى آخر جلسات الأسبوع على تراجع في مؤشراته الثلاث بواقع نقطتين ونصف النقطة للمؤشر الوزني وسبع وستين نقطة للسعري وست نقاط لمؤشر كويت خمسة عشر وبلغت قيمة التداول في السوق نحو ثلاثة وتسعين مليون دينار كويتي بقيمة مليار ومائتين ومليون سهم تمت عبر ستة عشر ألفا وخمسمائة وإحدى وتسعين صفقة نقدية نهاية جلسة التداول سعر برميل النفط الكويتي انخفض بمقدار دولار وستة وعشرين سنة ليستقر عند مستوى تسعة وتسعين دولارا وخمسة وخمسين سنة للبرميل وترجعت أسعار النفط الخام في بورصة نيويورك التجارية عقب إصدار وكالة الطاقة الأمريكية تقريرها عن مخزونات النفط لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاءت أفضل من التوقعات إلى جانب تأثر الأسعار بمؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع إثر تسريحات رئيس البنك الفيدرالي حول الاقتصاد الأمريكي نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل فريق الحرس الوطني بطل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة الطائرة أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية توجى فريق الحرس الوطني بلاقب بطولة دور الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الاتحاد الرياضي العسكري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ختام فعاليات البطولة في تقرير لأحمد العنزي مشاركة واسعة وفعالة للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في نشاط الهيئة العامة للشباب والرياضة سنويا من خلال بطولات دورية تقام في مختلف الألعاب الرياضية طبعا الهيئة العامة للشباب الرياضة لدور الوزارات تنظم 13 لعبة مختلفة ما بين جماعية وفردية ولله الحمد أنه فيه إقبال كبير من قبل وزارات الدولة جميعا للمشاركة في جميع اللعبات اليوم طبعا عندنا ختام بطولة دوري الوزارات لكرة الطائرة النهاية طبعا بين الوزارة الدفاع ووزارة هوية الحرس الوطني لله الحمد أنه فيه إقبال كبير من الوزارات وانتوا اليوم قاعدوا تشوفون منافسة شديدة لغاية الآن على حسم البطولة الدوري الوزارات ختام بطولة الدوري العام للكرة الطائرة جاء في قمة الإثارة والندية والحماس بين فريقي الحرس الوطني والاتحاد العسكري الرياضي فتمكن الحرس من انتزاع لقب البطولة بفوزه بثلاثة أشواط لشوط واحد في مباراة استغرقت أكثر من ساعتين أتقدم بشكر جزيل للهيئة العامة شاب الرياضة متمثلة في إدارة الرياضة الجميع وأشكر اللجنة المنظمة صراحة التنظيم رائع وأكثر من رائع الله يعطيهم العافي القائمين على هذا العمل المنافسة كانت جدا متقاربة يعني خمس أربع أشواط كلهم كانوا فوق العشرين سكور فاليوم الحرس فاز ولكن الفوز الجميع حتى الدفاع فاز ثناء نوع التقدير من قيادات العسكرية الرياضية بتنظيم مثل هذه البطولات التي تعود بالفائدة البدنية على الرجل العسكرية تساعده في أداء مهامه الأساسية الشكر للفريقين وألف مبروك لفريق الحرس الوطني لفعلا نستطيع الفوز في هذه المباراة من خلال التنافس اللي كان نسعى له ونسعى أحنا في وزارة الدفاع أن نؤكد إلى التنافس الشريف ولكن في إطار العلاقات الرياضية والروح الرياضية ونتمنى التوفيق لفريق الحرس الوطني وللفرق الأخرى المشاركة في السنوات القادمة ونلقى إن شاء الله أفطال جدد في المواسم القادمة إن شاء الله ختام فعاليات بطولة الكرة الطائرة جاء بتوزيع الكؤوس والجوائز والميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعد أن انتزع فريق اتحاد الشرطة الرياضي المركز الثالث في البطولة أحمد عنزي الراي نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على توتر الراي ميديا جروب وعلى اليوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة